مع كل يوم يمر تتسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث طال إلى اليوم أكثر من 150 دولة حول العالم وفي حين تسارع حكومات العالم الخطى للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتعمل على التوقي من الوباء القاتل تبقى الحكومة الجزائرية في اعتباطيتها المعتادة في مثل هذه المواقف الحاسمة الوزير الأول عبد العزيز جراد يأمر وزير النقل والاشغال العمومية بتعليق كل الرحالات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا وذلك بعد مطلب وإلحاح شعبي كبيرين لاتخاذ إجراءات صارمة من أجل مواجهة الفيروس على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية قمنا بتعليق بعض الرحالات إلى إسبانيا أو إيطاليا ومع فرنسا نقصنا من الرحالات إلى 50% قريبا وعندنا رحالات سواء إلا من وهرن الجزائر العاصمة وقصنطينا ورحالت لي للبلدان الأخرى حبسناهم ومع فرنسا من الرحالات إلى فرنسا القرار نسخته السلطة وفرغته من معنى بإرجاء تطبيقه بعد ثلاثة أيام من الرحالات المكثفة من وإلى فرنسا ثلاثة أيام كافية لإغراق البلاد بآلاف الحالات الموبؤة وتوفير تربة خصبة لجيوع الفيروس في البلاد وتقول منظمة الصحة العالمية في أرقامها إن حالات معدودة بإمكانها أن تحول أي بلد كان إلى بؤرة لتفشي الفيروس فكان يفترض على السلطات المحلية في الجزائر تطبيق قرار احترازي احتياطي لمنغ أصول حالات وبائية أو محتملة بحمل المرض عدم تطوير المجهودات المتخذة للتوقي من خطر انتشار الفيروس وتهور السلطة سيعقدان الوضع ويجعلان التحكم في انتشار الوباء مهمة عويصة إن لم تكن مستحيلة اشتركوا في القناة